لقد جاءت مبادرة صندوق تحية مصر لإطلاق أكبر قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية في وقت حاسم من عمر الوطن لتعلن عن تحالف جديد بين كافة شركاء العمل المجتمعي والتنموي ضماناً لتوحيد الجهود وتحقيقاً لمبدأ التوظيف الأمثل لموارد الدولة المتاحة بالتعاون مع وزارة الدضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية وأستوقف هنا لأرسل للجمعيات الأهلية وللمجتمع المدني كافة تحية واحتراماً واعتزازاً بالشراكة معهم وإيماناً عميقاً بقدرتهم على العطاء وعلى المساهمة في نهضة هذا الوطن والتقديراً لما قدموا ويقدموا دائماً وأثمن المساهمة التي قاموا بها مع الوزارة في جائحة كورونا فتدخلتنا معاً بلغت تكلفتها حوالي 2 مليار جنيه في الموجة الأولى من جائحة كورونا وهنا نحن نعمل معاً لنستهدف ملايين أيضاً من الأسر في كافة أنحاء الجمهورية لتحقيق أقصى استفادة للأسر الأولى بالرعاية من الموارد المتاحة هذه قافلة ليست فقط قافلة إنسانية وإنما قافلة تنموية تحتوي على أدوات إنتاج في مبادرة تتلفف حرير كما تحتوي على مشروعات متنهية الصغر في مسندة الصيادين برأمين وتحتوي على جميع بيانات الأسر المستفيدة ونعتقد أن جمع بيانات الأسر المستفيدة من هذه القافلة ستكون في حد ذاتها ثروة كبيرة لقاعدة بيانات موحدة لجميع المستفيدين من مبادرات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي لقد تحررت وزارة التضامن الاجتماعي من كافة السياسات التقليدية للرعاية الاجتماعية التي اختزلت دعم الدولة في معاش ضماني بسيط لا يضمن خروج الأسر المستهدفة من الفقر